شاركت سعادة السيدة فاطم بن جعفر الصير في وزيرة السياحة والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في النسخة الثانية والعشرين من قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر والتي بدأت أعمالها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتناقش القمة عددا من المواضيع المهمة على رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم وتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات في المستقبل وحول مشاركة البحرين في هذه القمة قالت سعادة وزيرة السياحة أنه سيتم استعراض تجربة مملكة البحرين في تطوير مسهر النمو السياحي وتوسيع مدى سهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني خاصة بعد الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا وكذلك أبرز ملامح استراتيجية السياحة التي تم تتشينها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي كما وثمنت سعادة الوزيرة استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للقمة العالمية ودورها المحوري في تنشيط قطاع السياحة بما يعود بالنفع على كافة دول المنطقة وفي مقدمتها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر